أهلا بكم بزاوية قدرها 180 درجة تغيرت بوصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر فبعد سنوات من العداء تصريحا وتلميحا يمتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الخليج ومصر أملا في تعزيز تعاونه معهم أردوغان قال نصا إن مصر ليست دولة عادية بالنسبة لبلاده وإن أنقرة تأمل في تعزيز تعاونها مع مصر ودول الخليج إلى أقصى حد على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع التغير في خطاب الرئيس التركي أردوغان يعزوه البعض لتردي أوضاع بلاده الاقتصادية وحاجاته لشراكات متوسطية مرتبطة بالغاز مع مصر وربما لفشل رهانه على جماعة الإخوان المسلمين الانفراجة في العلاقات ظهرت بوادرها منذ مدة واتضحت أكثر بزيارة وفد من تركيا يترأسه نائب وزير الخارجية التركي إلى القاهرة عقب هذه الزيارة التي استمرت مدة يومين صدر بيان عن الخارجيتين المصرية والتركية قال أن البلدين سيقيمان نتائج المحادثات الصريحة والمعمقة وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر في العام 2013 وسحبت كل من تركيا ومصر لذلك العام سفيريهما كما جمد البلدان علاقاتهما فما هي دوافع تغير موقف أردوغان من مصر ودول الخليج الأخرى وهل يمكن الثقة بجدية هذه التوجهات أم أنه مجرد تغير يمكن أن يتحول مجراه حالما يستنفذ أغراضه السياسية لم يبقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قولا كريما حيال مصر إلا وقاله كما كشف عن استعداده في الذهاب بعلاقات التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى حد وقال إنه يكن المحبة للشعب المصري وإن الروابط الثقافية بين البلدين قوية جدا وإنه مصمم على بدء هذا المسار من جديد وهناك ثلاثة أسباب تقف وراء هذا الانقلاب الأول هو أن تركيا لا تستطيع أن تحظى بأي نفوذ في ليبيا من دون قبول مصر فليبيا جزء من العمق الاستراتيجي لمصر والروابط الأهلية والاقتصادية والتاريخية بينها وبين مصر لا تسمح بمنافس يريد أن يدخل عنوى ووجود قوات تركية في ليبيا من المحرمات الدفاعية بالنسبة لمصر والثاني هو أن تركيا أقرت بفشل الرهان على جماعة الإخوان المسلمين فلم تجد بدا من قبول الدولة المصرية كطرف يجب التعامل معه والثالث هو الأزمة الاقتصادية الخانقة في تركيا وهي أزمة لا يمكن حلها من دون أسواق واستثمارات جديدة أردوغان كان صريحا أيضا بالقول أن هناك إمكانيات تعاون كبيرة بين بلاده ومصر في منطقة واسعة بدءا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا وإنه يرغب باستغلال الفرص التي تتيحها هذه الإمكانيات تحالف مصر مع اليونان وقبرص وقيادتها لمنتدى غازل متوسط أدى إلى عزل تركيا في الموقع الجغرافي الذي تتطلع لإنشاء نفوذ فيه وهو نفوذ غير شرعي على أي حال من وجهة نظر هذا التحالف المشاورات الاستكشافية بين البلدين التي بدأت في الأسبوع الأول من الشهر الماضي بين نائبي وزيري خارجية البلدين في القاهرة لم تقدم مؤشرات على منعطف وشيك فطموحات أردوغان كبيرة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وغير الكلام المعصول ما تزال هناك حاجة لمعرفة حجم الثمن الذي يتعين عليه أن يدفعه في المقابل أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الحوار وأرحب بضيفي البرنامج من بيروت سيد نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي وأيضا معنا من مدينة اسطنبول المحلل السياسي السيد جواد غوك أهلا وسهلا بكم سيد جواد هذا الغزل السياسي من الرئيس أردوغان ربما لن يجد آذان صاغية لأن الكلام الذي يوجه إلى القاهرة ودول الخليج لن ينطلع عليهم بسهولة هم يطالبون بمواقف عملية من الرئيس أردوغان هل أطر الرئيس أردوغان هذا الغزل السياسي بمواقف عملية ليزرع الثقة تحية لك ولي ضيفكم من بيروت ولمشاهدين الكرام أولا بالنتيجة الحكومة التركية تحاول أن تخرج من هذه العزلة الغريبة في المنطقة في شرقي المتوسط من منذ أن قطعوا العلاقات مع دولة مصر لم يبقى لنا جار في المنطقة بشكل عام بدءا من سوريا إلى مصر وحتى إلى أراضي في ليبيا بالنتيجة السياسة كانت خاطئة يعني عبر قناتكم الكريمة مرارا وكرارا قلنا أن هذه السياسة خسرنا خسرنا خسارات اقتصادية عسكرية وسياسية أهم من كل شيء وبدأت دولة مصر بالاتفاقيات مع الجانب اليوناني في شرقي المتوسط اتفاقيات مهمة جدا والآن رأوا بأعينهم أن هذه السياسة المتخذة من قبل الحكومة التركية التي تنشأ من الأيديولوجيات المعروفة عندهم وبالنتيجة بدلا من أن يتواصلون وينسقوا مع الدولة رجحوا جماعة من الجماعات المتطرفة وهذا الذي كنا نحذر والأحزاب المؤارضة كانت تقول بصراحة هذا الكلام والآن أخيرا وصلوا إلى هذه النقطة يعني بالنتيجة الجانب المصري خاصة الجانب المصري تنتظر خطوات عملية ونتائج ملموسة من مثل هذه التصريحات لكن بالنتيجة الحكومة التركية تريد أن تفتح صفحة جديدة مع دولة مصر ونرحب بصراحة بمثل هذه المبادرات لكن كما قلت أن هناك إرادة إلى أن يرون خطوات عملية بهذا الخصوص سيد نظال السبع أهلا وسهلا بك إلى هذا الحوار حتى هذا الصوت الذي نسمع الآن من تركيا هم يطالبون بذات الموقف الذي تريده القاهرة نريد مواقف عملية حتى نصدق بالذات الرئيس أردوغان الذي يشتهر بالتقلب السياسي من موقف إلى نقيضه ومن نقيض إلى نقيضه بداية مساء الخير لك وضيفك والمشاهدين أنا باعتقادي الشخصي لا يمكن الوثوق بصراحة بتصريحات السيد رجب طيب أردوغان هو في عام 2009-2010 وقع مع الرئيس السوري بشار الأسى 42 اتفاق أمني وسياسي وأقتصادي ولكن ماذا فعل؟ في عام 2011 تبنى الربيع الإخواني وبدأ بإدخال المرتزقة وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وبدأ يمدهم بالسلاح وبالتالي عبس في الأراضي السورية وتسبب بمجزرة كبيرة للشعب السوري اليوم بالحال المصري لا شك أن هذه تصريحات إيجابية وأنا باعتقادي هي مريحة في الشكل هي مريحة ولكن كما يقال أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أستعجب يعني اليوم أستخدم يعني اليوم القنوات المصرية المعارضة الموجودة في تركيا من يتابع هذه القنوات منذ حوالي الأسبوعين تحديدا يرى أن وطيرتها بلهجة التصعيد والتحريض ضد الحكومة المصرية واستخدامها لأبشع الأوصاف مثل الإنقلاب وحكم العسكر وما إلى ذلك يعني يرى أن هناك غرفة عمليات أعطت الضوء الأخضر للمعارضة المصرية لهذه القنوات من أجل شن هذا الهجوم السافر على الحكومة المصرية أنا أعتقد أن أردوغان اليوم في أسوأ أوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية الليرة التركية انهارت وصلت بالأمس إلى 8.88 بتراجع أربعة بالمئة وهذا لم يصل بتاريخ الوضع الاقتصادي التركي إلى هذا المنحنة النقطة الثانية هو بحاجة إلى مصر وبحاجة إلى ترسيم الحدود البحرية لأنه يعتقد أن ترسيم الحدود ربما يجلب ويحول تركيا إلى دولة نفطية ودولة غازية النقطة الثالثة أيضا هو ورقة المراهنة على قطر أنا باعتقادي الآن سقطت بعد قمة العلو وبعد هذا التوجه القطري والتقارب من مصر ولغة قطر الإيجابية تجاه الإمارات التي عبر عنها وزير الخارجية القطري سواء مع مصر أو سواء مع الإمارات مع السعودية أيضا قطعت شوطا كبيرا وبالتالي أردوغان وجد نفسه واحدة النقطة الأخيرة وهي الأهم أن مشروع أردوغان في المنطقة أنا باعتقادي أنه سقط يعني المشروع الإخواني سقط في سوريا صحيح أنه نجح في ديبيا ولكن بمعونة الحكومة المصرية تم استعادة الموقف في ديبيا مصر أيضا سقط مشروع الإخوان في السودان سقط مشروع الإخوان في الخليج الذي كان يراهن أردوغان أيضا على مشروع الربيع الإخواني أنا باعتقادي أن الخليج تجاوز هذا القطوع وبالتالي أنا باعتقادي أن سيد أردوغان يرى وهو مختنع بذلك أن مشروعه في المنطقة سقط وبالتالي لا حل أمامه إلا بطرق أبواب مصر وفتح باب جديد مع العالم العربي حتى الآن الخطوات هي إيجابية بالشكل ولكنها إنشائية في المضمون بالأداء العملي بالأداء العملي لم نرى حتى الآن لم يسلم السيد أردوغان المطلوبين المصريين هذا القضاء المصري هذا أضعف الإيمان لم يغلق القنوات المصرية التي تبص الإرهاب لم يتوقف عن دعم المرتزقة في سوريا لم يسحب المرتزقة السوريين من ليبيا هناك خطوات وإجراءات عملية على السيد أردوغان أن يقوم بها حتى يقنع العالم العربي والشعب المصري بشكل خاص هذه هي النقاط الإشكالية سيد جواد خصوصا قضية الأخوان ويبدو أن كل الكلام المعسول من الرئيس أردوغان أو الوعود لا تجد لها مكانا في التصديق لأسباب عدة أولا قضية الأخوان والرئيس أردوغان يقدم نفسه ليس رئيسا لتركيا فحسب بل هو رأسا للأخوان في المنطقة وبالتالي تقديم أي تنازلات في هذا الميدان يعني أن يضرب حزبه العدالة والتنمية المبنية على أساس الأيدولوجية الأخوانية وكذلك يكسر سمعته والتابعين له في المنطقة من الأخوان وبالتالي كيف يمكن أن نصدق أن هذا البند الإشكالي يمكن أن يحل بين الدولتين عقلية الدولة تجبرك أن تتحرك في التنسيق مع الدول في المنطقة وليس الجماعات كما أن هنا مثلا في تركيا جماعة فتح الله قلنا الإرهابي كثيرا من الدول قطعوا علاقاتهم مع هذه الجماعة بسبب طلب من الحكومة التركية نفس القضية الآن بالنسبة إلى جماعة إخوان المسلمين بالنتجة هذه الجماعة المتطرفة عيديولوجيا نقن نعرف جذوره الخطيرة بالنسبة إلى العالم الإسلامي وخاصة إلى العالم العربي لكن بصراحة يعني على الحكومة التركية أن ترجح مصطحة بلدنا إلى مصطحة الحزب ممكن أن يكون هناك علاقات ودية بينكم وبين هذه الجماعة لكن عندما تصلون إلى الحكم في تركيا كدولة كحكومة عليكم أن تفكرون بمصطحة الدولة لا على مصالح الشخصية أو الحزبية بهذا الشكل يا أستاذ جواد الإسلام السياسي وفكر الأخوان لا يعترف بالدولة هو يعترف بأممية الإسلام مصطحة الجماعة هذه أبجديات ثابتة في التنظيم طبعا هؤلاء عندما يصلون إلى الحكم لا يعترفون بأسس الديمقراطية ولا الحكومة نحن نعرفه بصراحة يستفيدون من أسس الديمقراطية كسلم لكن عندما وصلوا إلى الحكم لا يعترفون بشكل عام هؤلاء رجعوا إلى ما كان يجب على الحكومة التركية كم خسرنا خسارات اقتصادية من قطع العلاقات مع مصر لكن مبادرة جيدة كبداية لكن كما قال ضيفكم الكريم هناك خطوات عملية ولو أنهم لا يرجعون هؤلاء المطلوب إلى القضاء المصري لكن ممكن أن ترحيلهم إلى بلد ثالث حتى يتخلون عن هذه المسؤولية تواجدهم في الأراضي التركية مثلا نعم هنا أعود سيد نضال السبع سمعنا في الفترة السابقة بأن الرئيس التركي حينما بدأ مرحلة فتح العلاقات الإيجابية مع مصر تحديدا ودول الخليج أن الإعلام التابع للأخوان قال إنه تسلم رسائل بعدم مهاجمة القاهرة وأنه سيرحل وقدموا الكثير من البكائيات والمهنية والحق والكثير من هذا الكلام ولكن من الناحية العملية هم مستمرون من باب في هذا الخطاب المعادي للقاهرة ودول الخليج ومن باب آخر يريد الرئيس أن يتغزل في دول الخليج ومصر ويريد أن يستفيد ويقول أن المصالح مشتركة من الشرق المتوسط حتى ليبيا صحيح هذا الأمر الذي حكنا تحدثنا عنه قبل قليل هو من جهة هو أوعس لهذه القنوات وخرج بعض الإعلاميين المصريين الذين يتحدثون أنهم اعتكفوا وأن هناك عمليات طرد ولكن حقيقة الأمر لم نرى هذا الأمر أنا خلال فترة أسبوعين كنت أتابع القنوات المصرية الثلاث وهي عادت إلى لغة التحريد وبالتالي هناك أمر عمليات تركي صدر لهذه القنوات بشن الهجوم على مصر ومن جانب آخر وجدنا السيد أردوغان بالأمس يتحدث عن هذه العلاقة الإيجابية أنا باعتقادي أيضا لا نستطيع أن نقرأ هذا التصريح التركي الإيجابي نحو مصر بعيدا عن فقدان تركيا يبدو لدورها ومكانتها هو تحدث بالأمس سيد أردوغان عن توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة وقال أن العلاقة كانت أفضل مع الرئيس ترامب أنا أعتقد لو أنه ربما وجد نفس التعامل من قبل الولايات المتحدة أيضا ربما لم نجد هذه التصريحات الإيجابية بكل الأحوال أنا أعتقد أنه حتى هذه اللحظة السيد أردوغان لم يقم بخطوات إيجابية هو لم يسحب المرتزقة من ليبيا لم يسحب نقاط التجسس التركية في سوريا لم يسحب قواعده في العراق برغم من مناشدات البرلمان العراقي والجامعة العربية والجامعة العربية أيضا أيضا نفس الأمر بموضوع سوريا واضح أن الجانب التركي الآن يعني إن فضح دوره في سوريا هو يدعم التنظيمات الإرهابية سواء حراس الدين أو القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة أو حزب الإسلام التركستاني أو الإيجور كل هذه التنظيمات عمليا تدور في فلك أردوغان والنظام التركي إن كان حقيقة يريد أن يرسل بيه رسائل إيجابية للعالم العربي ألا يجدر بسيد أردوغان يعني اتخاذ قرار واضح وصريح حتى وان اتخذ سيد السبب هذه النقاط الإشكالية حتى وان اتخذ قرارا إيجابيا فيها كيف يمكن الثقة في رئيس يعتمد التقلبات أساسا وبندا رئيسيا في سياساته مثلما انقلب سلبيا على دول المنطقة لأسباب نفعية والآن لأسباب نفعية يريد أن يعود مضامن أنه سيعود سريعا ينقلب على عقبيه لأسباب نفعية أخرى هو عمليا في الشكل هو ينحني مع العاصفة وهو يرى الآن نفسه خارج المشهد وبالتالي أنا أعتقد أنه في حال وجد تسجيعا من القوى الغربية سوف ينقلب علينا من جديد من أجل ذلك أنا أقول على سيد أردوغان أن يتخذ خطوات واضحة وسريعة لجهة أولا وقف القنوات الإخوانية تسليم المطلوبين للقضاء المصري المتهمين بالإرهاب وقف الدعاية الأردوغانية المدغدغة لبعض الأطراف داخل المجتمعات العربية ومحاولة إسقاط الأنظمة كما تعلم أن سيد أردوغان رفع شعار رابعة وتجرب القضية الفلسطينية تغنى بموضوع البيرقدار هذه البيرقدار التي حصدت أرواح السوريين في سوريا وفي ليبيا وفي إخليم كراباق لم تصل إلى غزة السيد أردوغان الذي تحدث عن قيادة المشروع الإسلامي هو يرى هذا المشروع الإسلامي فقط في سوريا وفي ليبيا ولكن عندما قاتل الشعب الفلسطيني باللحم الحي لم نرى من سيد أردوغان إلا أن يكتب تغريدة للشعب الفلسطيني بالتالي أنا أعتقد أن فكرة التي روج لها السيد أردوغان منذ عشرة سنوات على أساس قيادة العالم الإسلامي وتبني القضية الفلسطينية عبر شخطورة مرمرة التي أرسلها إلى قطاع غزة سقطت الآن بالمواجهة المباشرة التي حدثت والبطولة التي قام بها الشعب الفلسطيني عندما واجهة آلة الحرب الإسرائيلية لم نجد من السيد أردوغان أي مساعدة أو حتى هذه البيرقدار التي يتحدث عنها بالتالي أنا أعتقد أن كل مشاريع أردوغان الآن في المنطقة سقطت اليوم الآن على العالم العربي أن يرتب أموره هذا التنصيق الذي شهدناه مؤخرا والتقارب ما بين سوريا والخليج ربما أيضا أسهم بدفع أردوغان إلى العقلانية هذا التفاهم ما بين مصر السعودية الإمارات وأدخال أيضا سوريا إلى دائرة هذا التفاهم كلها من الأمور التي تدفع أردوغان إلى العقلانية أكثر للتعاطي مع العالم العربي أستاذ جواد هنا العالم العربي لا يثق بالرئيس أردوغان ولا سياساته الخارجية ومحاولة العودة بعد كل هذه التعقيدات السياسية والاستعداء الجيران العودة إلى سياسة صفر أعداء تبدو ليست سهلة وتحتاج إلى أثمان كبيرة من السياسة التركية هل يوجد استعداد على الأقل في النواية التي يمكن أن تفضي إلى أفعال إلى تقديم هذه التنازلات وبدء صفحة جديدة خصوصا أن تركيا مكشوفة الظهر وعلاقتها سيئة ليس فقط في الإقليم بل بكل دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة طبعا يعني في التاريخ العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة في أسوأ الحالة في التاريخ العلاقات بين البلدين وأيضا الإتحاد الأوروبي وأيضا العالم العربي لنفكر العالم العربي هل نقدر أن نفكر بلا مصر العالم العربي أبدا وهم بوابة العلاقات التركية العربية بصراحة لكن هل نتوقع تنازلات؟ نعم تراجع واضح جدا في كثير من المواقف للحكومة التركية في سياستهم الخارجية رجعوا من مشروع إسقاط نظام بشار الأسد إلى مثلا أن حفاظ على الأمن القومي التركي أو هناك خطر لتأسيس دولة فدرالية من ديمقراطية الكردية في سوريا مثل هذه القضايا موجودة لكن على الحكومة التركية أن لا تتدخل في شؤون الدول العربية وأن تقف في القضايا العربية أمام أشقاعنا العربي في ليبيا مثلا دولة مصر أقرب بلد إلى دولة ليبيا وما يجري هناك لماذا نحن نقف أمام مصر في القضايا الليبية حتى أمام الليبيين في قضية الليبية مثل هذه المشاكل الموجودة لنكون عقلانية وحكيمة لكن بصراحة الرجل كلما يزيد في القوة ينقص من العقلانية والحكمة ولهذا السبب رجعوا إلى هذه النقطة الموجودة الآن لنؤسس علاقات جيدة لكن أمرهم ليس سهلا عليهم أن يقومون بخطوات عملية بالنسبة إلى جماعة إخوان المسلمين فتح السفارة التركية في أنقرة وبالمقابل فتح السفارة المصرية فتح السفارة التركية في قاهرة وأيضا متبادلا مصر في تركيا مثل هذه الخطوات مهمة جدا لكن أول خطوة إسكاة قنوات الفضائية المعارضة في الأراضي التركية هذه خطوة مهمة وعملية أستاذ النظال ما هي التوقعات؟ لا شك أن هذه خطوة محمودة من تركيا بدل أن يستفعل العداء لكن هل نتوقع خيرا نقدم النوايا الحسنة رغم أن الأفعال غير موجودة؟ حتى الآن لا نستطيع أن نغرق في التفاؤل وأن نتفائل كثيرا لأن تجربتنا مع أردوغان هي تجربة سيئة سوف أكشف سر أن اليوم سيد أردوغان صحيح أنه تحدث اليوم بالعلن وأطلق تصريحات إيجابية هو منذ فترة يسعى إلى إقامة علاقات أمنية واستعادة العلاقات وهذا الأمر فعله مع سوريا وأنا أتحدث عن لقاء أمني جمع الأمن السوري مع الأمن التركي في معبر كسب في 2019 ولكن الجانب السوري الذي داقى لوعة من تصرفات أردوغان ودعمه للتنظيمات الإرهابية لم يقبض هذه التوجه من جانب أردوغان على نحو إيجابي مع أن خلال هذا اللقاء أطلقاء قدم الكثير من الوعود من بيروت سيد نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا إلى ضيفنا في إسطنبول المحلل السياسي السيد جواد غوك شكرا جزيلا لكم مشاهدنا انتهى وراء الحدث شكرا على كرم المتابعة